بمشاركة 49 متسابقا من 48 دولة عربية وصديقة اختتمت المسابقة الهاشمية المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الحادية والثلاثين وقد أصبحت المسابقة منارة في العالم أجمع يرعاها الهاشميون بجهدهم وتوجيهاتهم ورعايتهم الكريمة واحد وثلاثون عاما مرت على هذه المسابقة الطيبة الكريمة تحت رعاية الهاشميين في بلد الهاشميين وأذكر أن هذا البلد من أوائل الدول في العالم التي أقام مسابقة دولية تحت رعاية ملكية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اهتمام الهاشميين بكتاب الله عز وجل الذي نزل على جدهم الأعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأردن من أوائل الدول في العالم التي أقامت مسابقة دولية تحت رعاية ملكية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لتكون هذه المسابقة خدمة لكتاب الله تعالى حفظا وفهما وتلاوة ويدل ذلك على اهتمام الهاشميين بكتاب الله عز وجل القرآن نور يشرق في قلب المؤمن فيزهر بالإيمان ويشرق في حياته فينيرها بالسعادة ويشرق في سماء الأمة فيكون ضياء وأمنى وهدى وخيرا ويشرق في البشرية فتعرف مواقعها وتهتدي إلى طريقها فإلى كل من بذل نفسه ووقته في حفظ القرآن نقول لقد من الله تعالى عليك واصطفاك من بين خلقه لحمل كتابه حفظا ومدارسة فليكن القرآن حياتك وفاز بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته المتسابق ليثي الكندي من سلطنة عمان وحصل على المركز الثاني المتسابق زياد حبيش من ليبيا وفي المركز الثالث المتسابق محمد الأنصاري من الهند ونال عز الدين خضر من إثيوبيا على المركز الرابع فيما حصل محمد جانبو من دولة الكاميرون على المركز الخامس فيما حصل عبدالقادر موسى من غانا على جائزة المشارك الأصغر سنا وجاءت نتائج الفرع الأول في المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم عن حفظ القرآن كاملا بفوز زياد الطوالب وعمران أبو عليقا بالمركز الأول مكرر وحل في المركز الثالث عبدالقريم الخطيب فيما نال على المركز الرابع عبدالقادر سريوة وظفر بالمركز الخامس عبدالرحمن العمر زيد الزعب التلوزيون الأردنية